تحية أربوية للجميع مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نرى فيه نظرية الدكاءات المتعددة ده نظرية الدكاءات المتعددة مؤسسها بطبيعة الحال هاورد غاردنر هذا العالم الذي جاء في سبعينيات القرن الماضي بهدف انتقاد ما يسمى اختبارات الحساب الدهني حيث كان في تلك المرحلة مجموعة من الأشخاص يقولون بأن الأشخاص الذين يعرفون الرياديات ويعرفون اللغات فإنهم الأكثر دكاء من الأشخاص الآخرين وبالتالي فقاموا بإنشاء مجموعة من الاختبارات هذه الاختبارات يؤكدون بأن الذي حصل مثلا على سبعون نقطة أو مئة نقطة فإنه دكي جدا بينما الذي لم يحصل على عدد كافي من النقاط فإنه غبي وبالتالي جاء هاورد غاردنر لينتقد ذلك ويقول بأن للإنسان مجموعة من الدكاءات ولا يمكن تقييم الدكاءة الإنسان فقط عن طريق تلك الاختبارات لذلك فحسب هاورد غاردنر يقول حسب نظريته بأن للإنسان على عكس ما كان قائما في اختبارات الدكاء أو العامل العقلي الذي وضع بداية القرن العشرين يقول بأن الإنسان أو الأطفال العاديين يولدون ولهم كفاءات دينية متعددة أي أن الإنسان مجموعة من الكفاءات ومجموعة من الدكاءات ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي حسب الأشخاص فالدكاء حسب غاردنر هو القدرة على إيجاد منتوج لائق أو مفيد أو هو عبارة عن توفير خدمة قيمة للتقافة التي يعيش فيها الفرد كما يعتبر الدكاء مجموعة من المهارات التي تمكن الفرد من حل المشكلات التي تصادفه في الحياة هي قدرة الشخص على حل المشكلات وبالتالي حسب غاردنر فإنه وضع مجموعة من الدكاءات وأهمها 8 دكاءات وهناك من وصل إلى 13 دكاء والمهم هو أن ما يجب أن نعرفه هو أن في هذه المرحلة جاء غاردنر لكي ينتقد إختبارات الدكاء التي كانت في مرحلة معينة وقال بأن حسب الشخص هناك دكاء لغوي وهناك دكاء منطقي رياضي وهناك دكاء هو فضائي أي خلق التمثلات المرئية وهناك دكاء الموسيقي وهناك دكاء جسمي حراكي مثلا الأشخاص الذين يستطيعون مثلا لعب الجينباز وما إلى ذلك هناك دكاء تفاعلي دكاء اجتماعي دكاء ذاتي دكاء طبيعي وما إلى ذلك دكاء بيولوجي أو طبيعي إذن حاول غاردنر أن يقول بأن الأشخاص الذين مجموعة من الدكاءات وهذا ما تسمى بنظريات الدكاءات المتعددة ومؤسسها الذي يجب أن تعرفه هو هاورد غاردنر إذن إلى هنا نكون قد أنهينا بطبيعة الحال النظريات المعرفية وتبقى لنا فقط نظرية التحليل النفسي لفرويد فحسب نظرية التحليل النفسي لفرويد يقول بأن الشخص لديه مراحل للنمو وأن التعلم مرتبط بهذه المراحل فحسب فرويد في مرحلة التحليل النفسي يقول مثلا في مرحلة في السنتين الأولتين الشخص تكون لديه ما يسمى بالليبيدو أو اللادة الجنسية تكون لديه على مستوى الفم يعني يسمى هذه المرحلة بالمرحلة الفمية ثم بعدها ينتقل هذا الليبيدو أو هذه الشهوة إلى الشرج وسمى بهذه المرحلة بالمرحلة الشرجية وبعدها يعني ومرحلة البراز أي أن الطفل في أثناء عندما يتبرز يحس باللدة وبالشهوة وبعدها تأتي المرحلة أو يسمىها بمرحلة الكومون وفيها قبل مرحلة الكومون قال بأن في هذه المرحلة يعني تظهر عقدة أوديب يعني قبل مرحلة الكومون تكون عقدة أوديب بحيث الطفل يميل إلى أمه والفتاة وتميل إلى أبيها ثم تأتي بمرحلة الكومون في هذه المرحلة لا تظهر أي أعراض يعني أي تلدة جنسية عند الأطفال وبعد تلك مرحلة الكومون تأتي المرحلة التي سمعها بمرحلة النج حيث تأتي بطبيعة الحال أن الإنسان تأتيه الشهوة في أعضائه التناسي اليوم إلى ذلك إذن حسب فرويد أيضا هي نظريات تسمى نظريات التحليل النفسي المهم بكل هذه النظريات تدخل فيما يسمى بالنظريات المعرفية وبالتالي الجانب السيكولوجي عند فرويد والجانب المعرفي وعلم البيولوجيا والأعصاب والأنتروبيولوجيا كلها محاولات تجاوز وتصور السلوكية وبالتالي فالنظرية المعرفية التي تجمع كل هذه النظريات تنبني على مبادئ المدرسة المعرفية تنبني على إحلال المعرفة محل السلوك في عملية التعلم وتقول بأن ليس فقط السلوك ولا مكونات الجشترط ولا بطبيعة الحال ما هو شهواني وما هو جنسي يتحكم في الفرد وإنما هناك أشياء أخرى معرفية علية وهي هذه النظريات تجاوز الاهتمام بالسلوك كموضوع العلم النفس إلى دراسة الحالات الدينية للفرد ودراسة المعرفة تعتبر المعرفة ظاهرة سيكولوجيا بامتزاز وأن الاهتمام بالتفاعل بين الفرد والمحيط هو تفاعل دينامي يؤدي إلى التكيف والتوافق وإلى التأثير والتأثر وأن المتعلم عنصر أساسي في عملية التعلم وكذلك الاهتمام بالتمثلات الدينية الفردية وبدراسة الاستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية أو الميتافيزيقية للمتعلم أثناء التعلم واعتبار الكائل البشري في كليته عدة أجهزة وليس جهاز واحد يخز المعلومات وإنما هو يعني معقد ومركب ومتكامل ويجب أيضا الاهتمام بالصفات الدينية والدكاءات المتعددة كذلك النظرية المعرفية هي نظرية عقلانية أكثر منها وضعانية من وجهة نظر الأستاذ العربي السليماني اللي هو مغربي بطبيعة الحال حيث يرى رغم أنه بطبيعة الحال ليس متخصصا وإنما هو باحث يرى أن ما يجعلها تلتقي مع النظرية البنائية والتفاعلية الاجتماعية في مستويات عدة وأن ما يسمى بالنظرية المعرفية بالنشاط المعرفي يشبه ما كان علماء النفس الكلاسيكيون يسمونه بالإدراك والانتباه والذاكرة واللغة والأنشطة العقلية إذن هذه النظريات الحديثة هناك أيضا نظريات السوسيو بنائية عند فيغوتسكي الذي يقول بأن حسب فيغوتسكي فإن الوسط يعني الذي يعيش فيه الشخص أيضا يؤثر على التعلم وأن أدخل ما هو اجتماعي وفيغوتسكي أيضا يعني جاء بما يسمى بزي بدي أو زوم بروكسيمال أو زوم دو ديفلوبمون بروكسيمال يعني التي يعني فيغوتسكي حاول أن يؤكد بأن عملية التجريد يعني عند المتعلمين تأتي في مرحلة يعني 12 سنة حسب بيارجي ولكن فيغوتسكي قال بأنه يمكن يعني يمكن لشخص يعني قل ما 12 سنة أن يقوم بعملية التجريد إذا ما ساعده شخص معين أو إذا كان في وسط معين أو إذا كان يعيش مع الكبار أو كان يرافق الكبار يعني حاول فيغوتسكي أن يضرب في تلك المراحل التي وضعها جومبياجي إن الجومبياجي وضع مجموعة من المراحل حيث وضع جومبياجي مراحل نمو قال بأن الشخص يعني جومبياجي قال بأن الإنسان لديه مجموعة من فترات النمو هناك الفترة يعني سماها المرحلة الحس حركية وبعض المرحلة الحس حركية يعني تأتي المرحلة ما قبل الصورية أو ما قبل تجريد وبعدها تأتي المرحلة الصورية أو مرحلة تجريد يعني في 12 سنة ولكن هذا يعني هذه المراحل أو تقسيم هذه المراحل يعني طعن فيها فيغوتسكي وقال بأن الشخص يمكن هذه المراحل أن تتغير إذا ما تغيرت الوسط الذي يعيش فيه وإذا كان تدخل المدرس مع المتعلم يمكن له أن يتمثل مجموعة من الأشياء إذن هناك الكثير من القال وما يقال في هذه النظريات ولكن هذا فقط ملخص موجز لكل هذه النظريات أو في الفيديو اللاحق بطبيعة الحال لن نتطرق للمزيد من هذه النظريات لأن هذا هو الأساس أو هذا هو الجوهر في الفيديو اللاحق سوف نرى أساليب التدريس وطرق التدريس إذن شكرا لكم على المتابعة وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم مجمل هذه النظريات ونلتقي في الفيديو اللاحق